حاجة كبيرة او بصراحة انتو تبع معاني مصطفى شعبان يحقق قمية عبد الرحمن عرام موسود جداً وجودك بتشرع فيك تعالي نشوف مع بعض ازاي مطر بتتجير وازاي قادرون باختلاف بتتجير في حياتنا اهلاً وسهلاً بيكم مع صفراء الاحلام في قادرون باختلاف اختاروني في الدورة اللي فاتت الحاية الاحتفالية اللي فاتت وقدمناها واختروني برضو المرة دي يعني بشوف ده من حسن حظي رزق حلو بصراحة لان انت بتاخد طاقة حلوة جداً من القادرون باختلاف وما فيش شك ان مصطفى تلقى اشهادات كبيرة على اطلالته وحضوره القوي والمميز فحدث قادرون باختلاف انا متخرج وبشرف يعني بكليتي انا متخرج من كليتي اعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وعلانات ومصطفى عبر عن فخرو بالمشاركة دي ببوست نشره على فيسبوك فقال فخور بمشاركة النهاردة في احتفالية قادرون باختلاف في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكان لي الشرف اني اكون وسط القادرون باختلاف بكل الامل والطاقة الايجابية والتفاول بالمستقبل انتم قدوة لكل مصر على الاسرار والتحدي واني مفيش مستحيل ياريت كلنا نغير نظرتنا كمجتمع للقادرون باختلاف واننا نؤمن بقدراتهم ونديهم الفرصة انهم يثبتوا انهم قادرون دايماً على التحدي لازم الانسان يصر على اللي هو عايزه لازم الانسان يكتهده ما يستسلمش ولازم لما الواحد مينجحشه مرة ولا مرتين مش معناه انه هو فشل لا لازم مرتين دول يبقوا هما الطاقة الحقيقية للنجاح اللي جاي التالت والانه مؤمن بالكلام ده حب مصطفى انه يدعم موهبة اصحاب اليمن وبلافتة منه دعت عبدالرحمن عرام اللي شارك في الحدث عشان يحقق حلمه بعد ما اتمنى انه يكون موزياً فاستضافوا بمزرعة الخيول الخاصة بي ويتي بالعربي شارك في اللحظة دي فقام عبدالرحمن بدور الموزيع وعاب المصطفى المكان ده بيمثلك ايه يعني بيعبر لك عن ايه هنا اكتر مكان بالنسبة لي مريح وفيه طاقة ايجابية الخيل بتديلك طاقة ايجابية وانت اللي مربيها وانت اللي بتنتجها فانت عندك احساس ان انت بتشوف حاجة انت فكرت فيها بتكبر قدامك فبتحس بطاقة حلوة جداً حاجة بقى تكون من اللي عملتها مقريبة من قلبك يعني انت الحد لقتي عملتها وبتشرب بيه ايه هي؟ انا بتشرب بيهم كلهم والله يعني في حاجة كتيرة بحبها انا بحب فيلم مافيا جداً بحب فيلم النعم والطووس جداً بحب المسلسل اللي عميلي الف وحده ويه زوجة الرابعة بحبه جداً أيوم بحبه جداً في حاجات بحبها ويه المبادرة دي مش بس فراحة عبدالرحمن كمان والدته عبرت عن سعادتها باللحظة دي بجد يوم جميل وأسعدت عبدالرحمن أسعدك من أسعدته من أجله والله ربنا يخليك شكراً 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 يا فنان وإنسان أنا بحب عبدالرحمن جداً وفرحان إنه هو ابتدى يحقى طموهه وفرحان جداً بأن مجهود والدته أثمر يعني حاجات حلوة وفي النهاية عبدالرحمن ودعنا بكلمة حب بيشجع بيها زملائه زميلي وإخواتي أصحاب الهمم قادرون باختلال أنا دايماً كنت بقول لهم إحنا أبطال ونفضل أبطال مش هنفضل أبداً اللي يجيبنا ورا اللي يجيبنا ورا ده اللي بيعطىنا ويجيب حاجات كتير قوي مش حلوة